اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أفضل خمسة أعمال في يوم عرفة إذا كانت ليلة القدر هي أفضل الليالي فيوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس قيل هذا عن يوم الجمعة عامة وعن يوم عرفة خاصة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء وفي رواية إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين ويوم عرفة هو أحد أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام ولعظمها وفضلها ومقامها أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى فقال والفجر وليال عشر ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله تعالى عليها في كتابه قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وفي هذا اليوم ركن الحج الأعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ويوم عرفة أقسم الله عز وجل به والعظيم سبحانه جل في علاه لا يقسم إلا بعظيم أو من جعله عظيم فيوم عرفة هو اليوم المشهود في قوله تعالى في سورة البروج وشاهد ومشهود فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهما الله تعالى أما عن فضل يوم عرفة فيوم عرفة أكمل الله عز وجل فيه الدين والملة وأتم به النعمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ومن فضائل هذا اليوم المبارك أن صيامه يكفر سنتين السنة التي قبله والسنة التي بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء قال الإمام بن عبد البر رحمه الله وهو يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهى بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران كذلك من فضائل يوم عرفة أنه يوم عيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام من عيدنا أهل الإسلام رواه أبو داود وصححه الألباني وأما عن أفضل الأعمال التي يعملها المسلم ويفعلها في يوم عرفة فهناك الكثير من الأعمال المشروعة التي يستحب للمسلم أن يفعلها في يوم عرفة اقتداءا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليكون من الفائزين بفضل هذا اليوم المبارك ومن هذه الأعمال الصالحة الكريمة صوم يوم عرفة وصيام هذا اليوم له فضل عظيم وأجر جزيل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل فهو يكفر ذنوب سنتين يكفر الله عز وجل برحمته به السنة الماضية والسنة الباقية والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب قال العلماء أما كبائر الذنوب فتحتاج إلى توبة مخصوصة من العبد من هذه الذنوب وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فيستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى في هذا اليوم العظيم في هذا المشهد العظيم والذي يحتاج من الحاج مجهودا بدنيا كبيرا يشق معه الصوم على الحاج ولذلك فلا يصوم الحاج يوم عرفة ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهات بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ويستحب الاكثار من التكبير والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل عامة وخاصة التكبير ومن الصيغ الواردة في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ومنها أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء فهو يوم إجابة تفتح فيه أبواب السماء فليحرص العبد المؤمن على الدعاء والإكثار من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بما يريد من خير الدنيا والآخرة قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه أصحاب السنن عليهم رحمة الله وكذلك الحج الذي شهد يوم عرفة ينبغي له أن يجتهد ويخلص في دعائه لعل الله عز وجل أن يستجيب له ويتقبل عمله وصالح فعله فإن موقف عرفة من المواقف التي ينبغي للمسلم أن يعتني بالدعاء فيها بجد وإخلاص وإلحاح وخضوع وخشوع فيدعو بما استطاع إن استطاع أن يدعو بالمأثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأجمل وأشمل وأفضل وإن لم يستطع فليدعو بما تيسر له ويوم عرفة هو يوم التوحيد فهو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم عليه الصلاة والسلام فعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون رواه أحمد والصحاحة الألبانية فما أعظمه من يوم مبارك وما أعظمه من ميثاق عظيم غليظ إنه ميثاق التوحيد الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى علينا نحن الخلق قبل أن نوحده ولا نشرك به شيئا فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في الأشهر الحرم وفي عشر ذي الحجة وفي يوم عرفة وفي كل يوم تشرق علينا الشمس فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأحسن أعمالنا وأخلصها وأصلحها يا ربنا وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته